السلام عليكم الابنات كديري اللباس كل شي مزيان ايوان تمنى تكونوا كاملين بخير والاخير اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة الوصفة ديناد اليوم هو هاد القراطة اللي كتشوفو صوتو بالقرعة والبطاطة وصفة سهلة مهلة وما كتشوغ تطويل مكوينة ديالها بساط والنتيجة ديالها دائما رائعة فغد نشارك معكم الوصفة وطريقة التحضير هدا بيض مسلوق لي زينتو بشوي الفلفلاء والمايونيس وطيتو هاتشكل باش نزين بيه القراطة ديالنا فقبل ما نمشي نشارك معكم الوصفة وطريقة التحضير ما تنسوش دائما ديروا اشتراك في القناة ولايك الفيديو ومشكورين دائما دائما طبيعة الحال ونمشيو على بركتي الله فكنا نحتاج لهاد الوصفة واحد كمية من القرعة فكي بقضايا ما الكمية اختياري على حسبش حال الناس ونمو اللي غديري كبير ولا صغير فهنا هنا عندي كيلو القرعة اللي قطعتها بها تشكل طولي وكتحولي تقطعها رقيقة غد نشحرها مع شوية الملحة وزيت الزيتون والثومة كما كنا عرفوا القرعة كتوتى بزاف مع الثومة وزيت الزيتون وما بغيتش نسلقها في الماء ولا دقل ما نديرها في القرعة كما كتعرفوا بان القرعة من الخضار اللي فيها الماء زايد فغاد جي نبس لها بها الطريقة كي يجي القرعة نالديد بزاف فغاد نشحر كما كتشوفو شوية الملحة وزيت الزيتون والثومة غاد نحركها يدخل في هاد الملحة والثومة ونقطيها ونخليوها الطيب على عفية مهيلة في واحد المقلة واحد اخرى غادي ندير نفس العملية اللي ذات القرعة هنديروها البطاطة البطاطة حتى هي اللي قطعتها رقيقة دوائر رقيقة في هذا الشكل ونفس اللي قلنا غادي ندير فيها مليحة وزيت الزيتون وشوية ديالثومة يعني درس واحد ديالثومة غادي نحكو فوق من هاد البطاطة ونغطيها حتى هي ونخليها الطيب فكما قلنا بها الطريقة كتعطينا واحد القاطنة اللي رديد يعني الخضيرة كتكون مشحراكة بزيت زيتون ومليحة وثومة فكتعطينا واحد من كازوينة لهذه القاطنة نغطيها ونخلي مغطي في واحد المقلة الثالثة غادي ندير واحد البصلة مشحرة بصلة كامشلدة اللي غادي نشحرها مع واحد الكيمية ديالكفتة ووحتها هي كتبقى اختيارية يعني تزيديها ولا تبتليها باي حاجة كتعشبك فهي كتعطي واحد المدق زويل هاد القاطنة واحد الكيمية هنا بسيطة مع بصلة مشلدة شوية ديالملحة وشوية ديالبزار وهنا قدرت زيت المائدة يعني ما عندي رش تزيت زيتون مع الكفتة قدرت هنا شوية ديالزيت المائدة ومليحة وشوية ديالبزار فغادي نستعملو هاد القشدة الطارية ديالطياب باش نديرو لاباراي اللي غادي نمنطيو بها هاد القاطنة هنا يدرت لها ديالككريمة اللي فيها نصلي طروخ خفتها بشوية ديالحليب فغنضيف لها ربعا ديالبيضات وديك الكريمة يعني مش ضروري تزيدي مع الحليبة حيث هاد الماركة كتجي شوية دقيلة خفتها بشي شوية ديالحليب شوية ديالبزار هنا سوف نستعمل فروماج عندي هنا هي الزعطرة اللي كتشوفوا الشكل دياله هو هادا الزعطرة اللي كنعرفوها كتجي في حال الزعتر ولكن المادقة ديالها والنكهة ديالك تختلف على الزعتر هندل واحد شوية في حالكا ونخلطوه بزيانة ديالبزار ونخليوها على جنب ومن بعد غنجيبوه المول اللي هو هاده دهنتو بالزبدة ونبدو نمنطوه في القغاتان دياله فغادي نبدو بالقرعة غادي نفرش هنالنص ديال كمية اللي عندي ونستفوها بزيان مش نجينا ديالك القغاتان قد غادي نستفوها ونزيد عليها واحد فرشة عود البطاطا ونضيفوك منهم الكفتا ونزيد عليهم لباراي اللي يدرناها نويكم اللي فيها القشدة طارية والبيض وشوية ديالبزار وشوية زيسرة بها الطريقة كنستفوهن قد ونضيفو عليها ديالك الكفتا اللي شحرنا مع البصلة كنستفو البطاطا في حلقة وغادي نزيد عليها ديالك الكفتا اللي شحرناها مع البصلة فالريحة ديالاتشي زوينا بزا في الناية من السماء بذيك الزعيترة والمسائل كلها مش حرب زيت زيتون وتويما وذيك شي فالريحة ديالها زوينا وطايباتش يعني عندي هنا طايب ما كيحتاش بززاف الوقت في الفران هاي ديما بين عشرين دقيقة حسن ثلاثين دقيقة باش كتشرب وتعقد لما كل شي فيها طايب هنزيد هنا نصف الكمية ديالكخين فخش اللي خلطناها مع البيض والبزار والزعترة وغادي نعود لعملية كاملة يعني غادي نزيد واحد استفاد القرع اللي باقة وبطاطا وغادي نضيف لها شوية ديال الفرماج موزر الله اللي عندي هنا ولأي نوع الفرماج أنا حسذا اللي عندي بقى هنا بطاطا يعني أي نوع الفرماج ممكن نزيده في هذا الوصفة البطاطا وغادي نضيف لها الفران كيما قلنا ما بين ثلث ساعة ونص ساعة كتكون واجدة حتى تعقاد وتحمر على وجهها عاد كنخرجوها من الفران فما تنسوش ديرو اشتراك في القناة ولايك للفيديو ونطلقا من شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة غادي نشارك معاكم شكل ديالها النهائي مني غادي تخرج من الفران ونطلقا من شاء الله كيما قلنا فرصة واحد اخرى مع السلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة